موسيقى خبر عاجل منذ قليل الاجهزة الامنية في مصر تعتقل مكة حجازي التي قامت بنشر مقاطع فيديوهات خادشة للحياء عبر تطبيقات تيك توك وانستجرام وموقع يوتيوب حيث اعترفت بان هدفها تحقيق الشهرة ونسب مشاهدات عالية وبس اعلانات لبعض المحال والتي تحصل منها على ارباح مالية على خطى حنين حسام ومودة الادهم وغيرهم الله عليك يا مصر علميهم الادب لازم البنات دي تبقى عبرة لكل البنات التانية اللي عايزة تشتغل على الانترنت تحقيق التالي يعلمك يا مصر اعترفت بان